موسيقى 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 اثنات خيار ولبن مع الكبيب الصينية تصوروا كمان هالوصفة شو حلوة وشراب الافوكا يعني تصوروا ادي عندي اليوم من شغل خليكن معي ركزوا معي تنوصل اخر الحلقة عاملين كل هالاطباق الحلوة بالتعاون مع كل الرعاة البرنامج ابتداي انا من السامسونج لا كمان عصاء الربيع لا اول عطفة لكزانوفا عننا كمان جارداها الاطور الحلوة عنا كمان دجاج فقيه عنا البيكولا عنا الاول كارز عنا ايهم كلهم سوا من انسينا بسم الله قديش اكتار اسناد بعقده شوفوا معي شو رح نعمل هلأ رح بلش اول شغلي من شان حط الصينية بقلب كمان مايكرويف سامسونج رح بلش اعمل البطاطا بالكاري رح حط انا البطاطا بهالطريقة مقطعين الى مكعبات الكاري اسناد عليهم ملأتين كبار يعني رح حط انا اربع ملايك صغار بهالطريقة الملح شوي صغيرة من البصل من الفلفل كمان الابيض وشوي صغيرة من الارفة نروح على زيت الزيتون يلا يا شاف بهالطريقة الحلوة هيك وبنجي نحنا هون بنخلط هالمزيج يعني انا بعطيت حطيت له الشي ملعقتين كبار من الزيت للبطاطا مع كمان الكاري عندي كمان الملائتين منحركن طلعوا كيف طلعوا شو هالخلطة الحلوة بهالطريقة وهيك كمان ست البيض بترتاح من انه تحطن على الغاز وكمان توسخ المقلة ومليون شغلة ونقعد لا خلص نعمل هيك منسقطن على صينية مايكرويف سامسونج طلعوا شو حلو بهالطريقة الحلوة صاروا عندنا يوهن كمان جاهزين فينا كمان نحطن هون ودقري لورا يعني منحطن بقلب المايكرويف على حرارة 400 درجة ومنكبس قلي صحي من دون زيت معنو انا حتيت ملعقتين بس انتو فيكم تحطوا من دون زيت اطلاقا جربوها وردوا علي خبر بسرعة منروحنا هنا هون على السرعة 10 اللي انا متعود عليها بحبة كتير على كمان 400 بهالطريقة هون ويلا منرجع لعندهم بعد 13 دقيقة مستويين مية بالمية خيب ارتحنا هايدي اول شغلة تاني شغلة اللي هلا بدنا نعملها هو موضوع حشوة من الكبب الصينية طيب الكبب الصينية اليوم يا شاف شادي عم نعملها من اللحمة من البرغو الكمان الابيض او الاسمر المنقوة ورح تكتبوا كمان المقادير من بعد كمان البريك مثل العادي صارنا معاودين نكون على هيدا الموضوع بس الحشوة مش متعاودين علىها تكون حشوة دجاج فقيه طيب يلا يا شاف شادي ولع هون النار بسرعة عندك زيت الزيتون عندنا من صدور للجاج رح اجي اخد هون اكيد فقيه رح نقصهم بهالطريقة طلعوا شو حلوين رح اخدهم لهون هيدا صدر واثنين ثلاثة واربعة ممنوع نغسلهم ابدا بالعكس اذا غسلناهم مننقل الجراسيم اكتر عليهم وهني بيجوا معاقمين وبدي يذكركم انه شركة دجاج فقيه صر لستين سني بالمملكة هي اقدم شركة شركة دواجن بالمملكة طلعوا هون اطعوا بهالطريقة هالمكعبات الطووق الصغار فينا نقللون اليكم شو حلوين والنار اكيد هالزيت الزيتون عم يحمى قدامنا ودغري قبل هالا ما نحط للجاج منبلش بالبصل بطريقة كمان حلوة تطلعوا هون هيدا البصل واحد اثنين تلتي لغري هالبصل هالمقلي من بعد البصل هلأ منحط شوية صغيرة كمان من النعنع كم ورقة هيك تريد يعطوني كمان طعمة حلوة تكفي تقطيع صدر للجاج وهيدي بتكون الحشوة تبع الكبة بالصانية هلا كلكم بتقولولي انه يا شايف شادي نحنا بس نحط لحمة بقلب الكبة بتكون اللحمة مفرومة نعمة نعمة طيب فينا نفروم كمان لجاج ناعم ناعم كما فينا كمان نخليه شقف كبيرة راس عصفور نحنا منسميها التلاتة او اربعة او خمسة ما بقى قداش حكينا لسنوبر لازم نزيده هلأ على البصل يلي بدنا نحطه بالوصفة بس كونه أنا لسنوبر اللي عندي قليون قبل بوقت فراح زيدن بعدين مش هلأ بعدين هلأ بس منزيد للجاج زبدي او السمني محل زيت الزيتون انتو حرين لازم نشلح الكفوف لازم نعقم ايدينا بتجي كازانوفا لازم لانه لازم ننتقل كمان واتذكروا دايما انو حتى لو لبسين بيديكن في عنا مشكلة لانه لانه من جوا في بودرة هالبودرة ما لازم كمان تدق بالاكل مشان هاك لازم دايما حتى لو لبسين لازم نعقم ايدينا وما في احلى منتجي كازانوفا اوكي واحد حبات 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 اللون اللي هم تاخد كمان هالجاجات الحلوين رح انتقل هلأ الى الطنجرة التانية رح انحضر شربة الهليون بسرعة يا شفشادي طلعوا شو حلوة هون يلا متل العادي زيت زيتون وطلعوا على هالهليون اللي عندي هالطازة رح فرجيكون شغلتين الشغل الاولى هي هون الشغل التانية هي هون يعني طلعوا هيدا مقشر وهيدا مش مقشر هيدا هون بيكون طري هيدا هون بيكون كتير بس بدي اكلوا بيكون كتير قاسي طيطرة معنا لازم انقشر الهليون يعني لازم انا اعمل هيك طلعوا اشر الهليون طلعوا كيف اشر الكعب تابعولو بس اشر الكعب تابعولو شفتو هلا بيستر عندي طري صار فيني اكلوا ناي وفيني اكلوا مطبوخ فيني اكلوا ناي وفيني اكلوا مطبوخ لهالهليون طلعوا شو حلوين صاروا كلهم مقشرين بعقدوا بجننوا الا هيدا رح انحطها هون كازيني هيك حلوة. بعدين وهلأ ما نقطع الهليونات الى كمان طلعوا كيف? هون يا شهادي بها الطريقة. لا راح نجيب سكين تاني غير سكين للجيج. ونجي نقطع واحد. طلعوا كيف? طلعوا عم قطع الجيج الهليون بهالطريقة هيك وبخلي الروس طبعولن الى الاخر. يعني راسها الحلو من خليل الاخر للزينة. ويلا يا شاف. الجيج بلشوا ياخدوا اللون. يلا يا شاف كمان هون البصل على شربة الهليون. البصل الاخضر على شربة الهليون. منضيف عليهم من الطحين. تايك مشوا على بعضهم مصبوط. يلا 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 هون. وهلأ ضيف. طلعوا. صار عندي الطحين. البصل. الاخد البصل العادي. هلأ منضيف اول مجموعة من الهليون. طلعوا شو حلوين. طلعوا الهليون شو حلو بهالطريقة الحلوة. قطيب بشي شربة الهليون. تصوروا ده حلوة. يلا. الجيج وهلأ صار موعد السنوبر وبهارات اسناد بعد شوية مع الجيج فقيه. بعقده بجان انه خلط يا شادي خلط. خلط يا شادي خلط. يا سلام. صار عندي هون كمان حلو. ويلا هون عندي المرأة. بحب بحب هيك بحب بحب. وعندي الكريمة. ويلا. سكرنا. بس يغلوا. بدنا نحط لهم للشيدر تشيز. عليهم بس نقدمون مع بهارات اسناد مع الملح. وبعدين بس نقدمهم بدنا نقدمهم مع الخبز المحمص او الكروتون المحمصين. هلأ رح ولا تحتون رح نحمصهم هالكروتونات هالخبز كمان الفرنسي الحلو. شغلي. واو شو حلو. هلأ رح حط السنوبر هون. طلعوا. هالسنوبرات حرك يا شاف. الملح والبهار هون ملح. وهون الفلفل. وهون كمان الفلفل كمان الابيض. وعننا كمان السبع بحارات. وصرنا جاهزين بحشوة الكب. يا سلام. او ما نطلع بريك. بسرعة معنى دقيقة مش اكتر. يلا. ليكو هون شو عندي. ليكو شو عندي هون. الكار. كالون سوا. ليكو شو عندي هون. الكار فتحناها بها الطريقة. كمان الكار. كالون. حطينا هيك. يلا يا شاف. ييه. 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 الكار. طلعوا فيهون. ليكو الكار كيف صاروا بها الطريقة كمان الحلوة. هلأ بضيف عليهم من الجزر. بضيف عليهم من جوز الهند. من ضيف عليهم من السكر. ضيف عليهم من اللوز. شوية صغيرة من الفستق الحلبي. وملعقتين تلاتة من القشطة. بحركهم. كالون سوا. بيصير عنا خليط الجزرية. الحشوة جاهزة. لايكو شو حلوين. التوست حلوين. كمان عندي هون بيعقدو. عندي هون بالفرن كمان. واو والبطاطا مع الكاري بسامسونج. عندي هون كمان خليط الجزرية جاهز. نتركه بعد اربع خمس دقائق بريك. احبايا لو صالا فيكن باخر ربع ساعة او تلتعشر دقيقة مع الشف شادي مطبخكي. اليوم شفنا انه كان عندنا كتير من الاشياء المهمة عم نحضرها. واهم اليوم الكبة بالصانية المحشية جيج. يعني محل اللحمة جيج فقيح. راح نشوف كمان بعد شوية صغيرة الوصفة والمقادير طبعو. ولكما كمان راح نشوف وصفة ومقادير كمان الجزرية بالفرن. اليوم الشادي كمان عملها والشف شادي عملها كمان بطريقة شوية صغيرة. مهم وصفتان كتير حلوين خلوها نكتبون. ونرجع بعدين عند الشاف شادي تنكفي وصفتنا. لكن من الكبة بالصانية عم تشوفوها كمان قدامكن. عمنا كمان الكبة مع البرغل الاسمر او الابيض المنقوع. منخلطهم مع بعضهم البصل والنعمع والملح وبهارات اسناد. القرفة والكمون وغيرها. عملنا العجينة. منعمل الحشوة بعدين من الجيج من الصنوبر من البصل وبهارات اسناد. اكيد عم نحكي على الجيج فقيح دائما. ولا اهيئ من هيك بعدين. نحط من زينا باللوز او بالجوز يعني عين الجمل. ومنحطها بعدين بالفرن مع شوية زبدة او سمنة او زيت عوجة. اما الجزارية. منخلط كل المواد مع بعضها. منصفة بصانية مدهونة بالطحينة او بالزيت او بالزبدة او السمنة. ومنحطها بالفرن على حرارة مية وتمانين درجة لمدة نص ساعة. يعني شو بدي يخبركن عن طعمة الجزارية. شو بدي يخبركن عن ريحة الجيج. شو بدي يخبركن عن شكل صانية الكبه بالصانية تركتلكم شقفة منا. مشان تشوفوا كمان الجيج بقلبه مع السنوبر قديش حلو. طيب. هلأ غير الكبه بالصانية. وغير كمان الجزارية. انا عندي شراب الابوكا رح نعمله بعد شوية. عندي قدامي هون شربة الهاليون اللي حكينا عنا كمان قبل. رح اطحنة. طلعوا كيف. رح اطحنة. شوية صغيري بهالربوح اليدوي. تصير مطحوني. وهالهاليون. شربة الهاليون. وكريمة الابوكا. يعني هون عندي شربة الهاليون. ورح نعمل شراب الابوكا. احلامة ضيع. انا ضعت. اوكي. طلعوا كيف. هيدا كله هون صار مهروس جدا جدا. بيجي انا بحط فيهم هلا. روس الهاليون الحلوين. طلعوا شو حلوين هون. هالروس اللي بقيوا عندي. اللي طايبين. ولا اطيب من هيك. هالروس طلعوا شو حلوين. طلعوا هالرأس شو حلو طبع هالهاليون. يلي كمان. فينا نحطوا بقلب كمان. هالشربة الحلوة. بهالطريقة. حتى يفضلوا. متل ما هني طيعتونا جميل. على هالشربة الحلوة. وخلص. بيبقى عنا هالكروتون. او هالكمان. هالخبز. اللي محمص. طلعوا كيف هون. ميولى تحته على نار. خفيفي. هل بتشوفوا كمان ليش. من بعد ما حمصته. سكر سكر يا شاف شادي. ها. سكر 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 سكر. هون مني. حمصنين. بطريقة حلوة. بقي عنا. جبنة الامونتال. او جبنة الاتشادر. اذا بدنا. منحطها على وجه. لكروتون. عم نغان لجون. او هالخبزات المحمصين. ممكن يكون خبز عربي. او خبز كمان. اجنابي تطلعوا كمان شكلهم شو حلو. هلا كمان. منجمع هالتلاتي مع بعضن. الشربة. مع الجبنة. مع هالخبز المحمص. كل ما سوا بطلع عنا وصفة. بتطوش. بتعقد. ويلا على سامسونج المايكروويف الزكي. اللي البطاطا بالكاري صاروا جاهزين. يا سلام. يلا. جو. مرقوا 13 دقيقة يا سلام على الجميل. يا سلام على هالجميل. لك يا سلام على هالجميل. اوكي. طلع. لايكوا شو عم بيصير عندي. راح اجي دحرجن. طلعوا قديمكن. البطاطا. بالكاري قديمكن. عم ندحرجن بهالطريقة الحلوة. سخنين. طعمتن اكيد كاري هندية بامتياز من اسناد. طلعوا شو حلوين. هلأ شو راح اعمل. راح ضيف عليهم من الخضار الطازة. اول اطفة. يعني. اللي راح اعملوا انا هلأ شايفين قدامي. البازيلة الخضرة. طلعوا كيف. كمان عندي ملعقة. وعندي كمان اثنين. راح نروح كمان على الدرة الصفرة. طلعوا كيف. وهون عندي شوية صغيرة من الفلفل. بحرك. ومنروح من قدمون. يعني خلص. خلص الصحن عندي. هيدا البطاطا. يلي منقدموا حد كمان اطباق رئيسية بامتياز. وهيدا صحن البطاطا. طلعوا شو حلو. طلعوا البطاطا بالكاري. مع خضار اول اطفة. طلعوا شو حلو. او هالكونتور. او هالكونتورنو. او هالنوع من الخضرة يلي بتقدم اذا بدنا حد الفلاة حد الجيش باي طبق من حبه. اوكي. طيب. عنا هون كمان الكروتون خلينا نحرك. بدنا نطل طلي على الفرن. في بقلبه الجزرية. وفي بقلبه كمان الكبة. بالصانية بالجيش. يلا. حبينا الموضوع. يا سلام. اول شغلي عندي هون الكبة بالصانية بالجيش. واو. بلشت تعطينا جمال. حلو كتير. تنزل كمان نجيب الجزرية. كمان الجزرية. وعلى وجه الفستو الحلبي ببلشت كمان تعطينا كمان جمال. بدن اتنينتن خمس دقايق بيكونوا جاهزين تنقدمون. بهال خمس دقايق عنا شغلتين. الشغل الاولى نعمل مع بعضنا شي اسمه كوكتيل بالافوكا. نتعلم كيف منقشر الافوكا وكيف منعمل الكوكتيل. اول شي نركز مظبوط على موضوع الافوكا كيف منقشر حبة الافوكا. بناخد حبة الافوكا هي مقشرة. حبة الافوكا بهالطريقة. طلعوا فيها هون. بناخد بالسكين شايفين. بنبرم هيك. هذه كمان عملينها عبل. بس ارجع اعملها مرة تانية. بنبرمها بهالطريقة. عنا البزري. هالبزري منضربها بالسكين شوي. طلعوا. بنبرمها. صار عنا البزري هون. بنشيل البزري مننا. وبناخد ملعقة. ومنشيل الافوكا ومنحطن هون بالميكسر. طلعوا هون كيف. بنشيل الافوكا بالملعقة من جوا. هايدي كمان مش مستوية كتير. بس يعني منيحة. هيدا واحد. بناخد كمان تانية. طلعوا كمان ما اسهلة. هايدي كمان هون. يعني مش كتير سهلة. بعد كمان مش مستوية. هون شوي صغيرة فجة. بناخد هاك المنيح. وبعدين بنشيل الباقي مننا. العقيف. وهون كمان عنا هالافوكا كل وسوا. صاروا الافوكايات هون. رح نضفلون من التلج. يا سلام. رح نضفلون من العسل. يا سلام يا سلام. وراح نضفلون كمان من عصير الحامض. بعقده ومن حليب الربيع. الربيع. لايكو هالميكس هون مع الافوكا. يلي بدو. يلي بدو. لانه هايدي الوصف ممتن عمل هيك. يلي بدو. في ضيف من البي كولا. محل. او حليب الربيع. اوكي. بها الطريقة بيطلع طعمة الافوكا. من بي كولا. يلي بدو. اوكي. طلعوا كيف. وهون هيك. ويلا يا شايف. بعقده. جاهزين. واحد. اثنين. ثلاثة. مننتقل. كالنا سوا. تنصفيهم. مش تنصفيهم. تنقدمكم يا حلوين. يا مهضومين. طلعوا هون. طلعوا كيف. طلعوا هالشرب. ما هالتلش بقلبه. من الافوكا. من العسل. من حليب كمان. الربيع. هون شوي هلك. وهون كمان بقلب الكباي. طلعوا كمان. شو حلو بيطاريقة. الحلوين. حبيت حبيت حبيت. اوكي. خلصنا من هونيك. الشربة هون. عنا بالنا الكروته. عنا كمان جبنة الكرسيدل. ما نحطه كمان.على هالكروتهنات الحلوين. طلعوا كيف بدي خلي. يلي كمشو كلهم مع بعضن. طلعوا كيف بدي خلي. يليكو كلهم مع بعضن والباقي الجبني بقلب كمان الشربة. هلا بتلاقوا الجبنة بلاشت الدوب هلا بقلكم شو بدي اعمل فيها للجبنة ورح اقدمها معن بسرعة انا هون كمان عندي شغلي بدي حضرها يا شايف شادي مع الكبيب الصينية توم لبن لبن يعني يوغورت خيار يا سلام لكل اعرفوا نانا يابس وهيدي وصفة شو خيار بلبن طلعوا كيف مع شوية صغيرة من فلفل كمان الابيض من اسناد الملح الحلوين وصار عندي خيار بلبن من اطيب لخيار بلبن اللي بتدقوه كمان بحياتكن بهالطريقة يعني مش انه بحياتكن وانا عشتر منكن لا بس انه من الاشياء الطيبة هي بحد زيتها ويلا يا شايف شادي لهون تنحط كمان هالخيار بلبن طلعوا شو حلوين طلعوا طلعوا شو حلوين مع النعنع مع التوم صلطة حد الكبيب الصينية مع الجيش فقير يلا يا شادي خلصنا نوعا ما ننتقل هون طلعوا طلعوا الجبنة كيف رح انتقل فيها للجبنة ليش ترى عملكون عملكون رح نجي لهون بالطريقة طلعوا كيف لايكوا الجبنة شو عم بيصير فيها مع الكروتون شوفوا الجبنة شو عم بيصير فيها طلعوا شو عم بيصير لايكوا هالكروتونات الحلوين مع الجبنة حطيناهم وين بقلب هالوعاء الحلو او هالصحن الحلو منجيبها لعندن او معن من او هالكفكير الحلو وبنجي منسكب الهليونة عليهم طلعوا الهليون طلعوا الهليونات الحلوين شايفين شو عم بيصير عنا بها الشربة الهليون مع هالخبز المحمص مع الجبنة تصوروا بس هلأ انتوا عم تاكلون كيف وصير الجبنة دمغت معنا ويقرقشوا هالخبزات بتمنى طلعوا هالجمال هيدا كله منجيبوا لهم فاضل عندي شغلتان اكيد لازم ارو على الفرن نجيبون هي واحدة الكبب الصنية بجاج والتانية هي الجزرية يلا يا شف شادي هون عنا هالجزرية بتعقد بتجنين طلعوا فيها واحد اثنان ثلاثة وهون عندي الكبب الصنية يلي كمان شقفة منها تركتلكم ايها طلعوا فيها اذا بتريدوا فيها جيج طلعوا كيف عملكم ايها طبقين باللوز وحطتلكم كمان هالجيج هون اذا شايفينوا كمان قدامكم بهالطريقة كمان الحلوة اخدين هالجمال مع هاللبن او الخيار بلبن مع شربة كمان الهليون ومع البطاطا بالكاري مع كمان خضرة اول اطفة وعنا شرب الابوكا بالعسل البيكولا على الاكيد اوكي بهالطريقة الحلوية ها طلعوا كيف واكيد انتو انا ولادنا اهلنا زوارنا قبل بعد قدام خلصنا جينا اطلعنا بكل حركة من حركاتنا لازم دايما ننتبع او ننتبه على سلامة ونضافة كمان جسمنا اول شي لانو عنا كتير انتقال عن جد عم بصير بالامراض وعنا مشاكل كتير كبيرة خلونا نفتح عينينا منيح ننتبه كتير على الاشي اللي عم نعمله وننتبه على حالنا على ايدينا على اولادنا على جسمنا وعنا ضافتنا ومن هيدا المبدأ دايما لازم يكون عندكم دايما انواع من الصبون يلي منوسق فيها ونغسل ايدينا فيها مثل جي كازانوفا وعطروا كمان بيوتكن بجردان كل يوم كل صباحة وكل مساء يلا بشوفكم بكرة بحلقة كتير حلوة باي اشتركوا في القناة